موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكلت الأوقاف الخيرية وجها من وجوه المجتمع الإسلامي عبر التاريخ بل إنها أسهمت في نشأة هذه الحضارة وصبغها بالصبغة الإنسانية انطلاقا من فلسفة الإسلام ورؤيته العامة والشاملة لصلاح الإنسانية لكن هذا في المجمل أما في التفاصيل فلا بد من معرفة المكانة التي شغلها الوقف في الشريعة الإسلامية والمقاصد التي سعت إلى تحقيقها من وراء شعيرة الوقف وكذلك أبرز النماذج الوقفية في التاريخ الإسلامي ومظاهر إسهامات الوقف في تكوين حضارة الإسلام مشاهدين الفاضلين هذه محاور أساسية في حلقة اليوم من برنامج مقاصد أهلا بكم هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العليا لعلوم الوقف ورئيس منظمة وقف عوائد الخير الدولية أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا حياكم الله أهلا وسهلا بكم يا مرحبا من المساهدين الفاضلين الله يحب حياكم الله دكتور في صدر الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الوقف وكان يحثهم على الوقف من عين أموالهم من أحب أموالهم إليهم نريد أن نفهم سبب ذلك لماذا هذا التركيز وهذا الحث من النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مفردة الوقف هي مفردة من مفردات عديدة جدا في جملة تعلقت بالإحسان والتبرع وكذلك إزداء المعروف والخير والتقدم بما ينال به من عند الله عز وجل من الفضل هذه المفردة قد تكون هي مفردة قديمة جدا ليست مفردة يعني شرعية قائمة وإنما تعلقت باتصال حضارات سابقة ومدنيات متقدمة لكن جاء لما جاءت البعثة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ترسمت هذه المفردة بالتعلق بما عند الله عز وجل من الأجر والثواب وأصبحت هناك المسابقة والمسارع لذلك أما الوقف فهو مفردة من عقود التبرع ومن عقود الصدقات العديدة جدا يعني عقود التبرع يشمل بها إغاثة المنهوف وإعانة المحتاج ونجدة المظلوم ونصرته وكذلك يعني المبادرة بإطعام الطعام والسقية كل هذه المبادرات العظيمة الكبيرة هي تشمل عقود التبرع العديدة أشملها وأكملها وأعظمها هو الزكاة لأنها فريضة من فرائض الإسلام ثم يتفرع عن الزكاة ما يسمى بالصدقات والوقف أحد هذه المفردات العظيمة الفرق بين هذا أو يمكن التفريق بين هذه العقود أن عقود التبرع كلها تعنى بحفظ كرامة الإنسان حفظ كرامة الإنسان وإطعامه أما الوقف بالخصوص مع هذه المشاركة لكنه يعنى ببناء الإنسان يعنى ببناء الإنسان أي أنه يوفر له ما يقوم بحاجته وكذلك يوعز إليه بأنه هو سيكون كذلك مبادراً بإنشاء هذا الوقف ما المقصود بهذا الوقف كمؤسسة أو كعمل فردي المقصود منه هو حبس أصل ليتمتع به إلى ما شاء الله عز وجل بثماره هذا الأصدق بثماره وهذا ما يقصد به الاستدامة أما الزكاة تأخذ من غني تعطى لفقير وهذا ربما يتصل بمعنى المصطلح الاقتصادي الحديث التنمية المستدامة أو ما يسمى بالقضية الخدمة المشاركة المجتمعية بغرض حفظ كرامة الإنسان استدامة لهذا المشروع الوقفي وهو يسمى بالوقف طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام بما قد فهم أنزل الله عز وجل عليه من كتابه الكريم يعني عندما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بادل الصحابة رضوان الله عليهم وكان من المبادرين أبو طلح الأنصار رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني سمعت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وكان حديقة أو بستانة وتجاه باب من أبواب المسجد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام فقال إني أجعله صدقة لله عز وجل اجعله حيث ما رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى أن تجعله في أقاربك تجعله في أقاربك وهذا فيه حث على الصدقة على الأقارب لأنهم أولى بذلك فجعله في الأقارب على حسان رضي الله عنه وأرضاه وكعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جعل هذا الأمر في هذه الصدقة جريا على الوقف فقد أوقفها حتى ما شاء الله عز وجل وهي بيرحاء وهي أحب الأموالي للنبي إلى أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه طبعا كان كذلك أثرا معروفا ومعلوما وهو أرض خيبر لعمر رضي الله عنه وتسمى ثبغ أو ثمغ فهذه الأرض كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر بأنه يقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون وقفة فجعلها في الأقارب وفي قراء المساكين وفي المحتاجين ومن كان وقام بهم العوز بحيث أن هذه المؤسسة الوقفية تبقى مرصودة لأعمال البر والخير ما شاء الله تعالى طبعا عندما أول من شرع هذا الباب عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق الحديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أول قدمة إلى المدينة اشترى أرضا هي لإثنين من الأنصار اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عليها مسجده والصحيح من ذلك أن هذه الأرض وقف وبيعي الى اليوم شاهدة بأن هذا المسجد النبوي أرض احتبسها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام مسجدها عليها واشتراها كما صح في الخبر من ماله من ماله الخاص الذي أعطاه إياه أبو بكر وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه كما في الأخبار وقد تناقلت أخبارهم كثيرا من هذا الأمر هل أبو بكر اشتراها رضي الله عنه أرضاه وهبها للنبي عليه الصلاة والسلام أو كانت هدية من أبي بكر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها إلا بمالها كما أم أنها كانت من الاثنين الأنصاريين رضي الله عنهما كانا صغارا أهديا للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر فيه ساعة في ذلك المهم على أن هذه الأرض قد احتبست لتكون وقفا للمسلمين و هي إلى اليوم شاهدة و ما يشهد بذلك دليلا عالميا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذه الأرض حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه الصحابة بتخصيص حر مالهم أو عين مالهم أو أحب أموالهم إليهم في مسائل الوقف هل كان ذلك هذا التوجيه كان قصرا فقط على الوقف أم أنه حتى في الصدقات كان يقول لهم تصدقوا بأحب أموالكم أم فقط قصرها على الوقف هو الإرشاد من الله تبارك جل وعلا من نبيه عليه الصلاة والسلام على الصدقة ولكن المسارعة إلى أحب ما يملك الإنسان من مال أن يتصدق به و أن يخرج من المال الذي يفضله و يأكله أو أنه يفضله لنفسه فيخرج منه لله تبارك جل وعلا يخرج من هذا المال لله تبارك جل وعلا و هذه النفوس التي زكت و تربت على هذه الأعطيات الكريمة و ترقت بها لأنها علمت ما عند الله عز وجل من الفضل و الأجل و الثواب فلذلك بادرت بهذه الأعمال القيمة التي تعلم أن هذه الأموال ستزول إذا كانت تحت الملك يوم من الأيام ستزول إما بالموت و يكونوا بالتوريث فلذلك عمل الصحابة لضمان الله عليهم على أن يكون هذا المال دائما قائما باقيا عند الله عز وجل لذلك و ما تقدموا لأنفسكم فقدموا هذا الأمر فقدموه أما ما تركوه للورثة فهو ليس مقدم و إن كان لا يفهم من أن الوقف يضاد الإرث لذلك بعض من نهى عن الوقف كشريح رحمه الله تعالى و كذلك مما لا يرى التحبيس هو إدامته و كذلك حبس أصله كالأحناف و هذه مشهورة عن أبي حنيف رحمه الله تعالى أنه يرى أن الوقف يكون مؤقتا ثم ينتقل إلى صاحبه و إلا أن يكون بأمر يعني من الولي الأمر يحبس الأصل في ذلك أو أنه ينص على هذا التأبيد أما إذا قال وقفا و لم ينص على التأبيد فيمكن نقله هذا مسألة خلافية و الجمهور على أن الإنسان إذا حبس أصله أو قال أجرى أي لفظ من الألفاظ بما يفيد الوقف فهو محبوس مستدام لا يجوز نقله ولا هبته ولا إرثه ولا بيعه هذه مدارها على اللفظ أم مدارها على النية مدارها على اللفظ مدارها على اللفظ و إن كانت النية تخالف ذلك إلا بما جرى به العرف يعني جريان العرف على أن في بعض الألفاظ يقول هذا المال صدقة مني لك أو هذا المال تمتع به مدة عمري ما يسمى عمري أو أرقب موتي ثم تمتع بالمال فهذه ألفاظ تفيد التأقيد لا تفيد التأبيد نريد أن نلمحا خفيا في هذا يعني لماذا الفقهاء يركزون في قضايا مثل الطلاق مثلا على قضية النية بينما في مسائل مثل الوقف يتوقفون عند اللفظ هذا إذا كانت الألفاظ بالكناية أما إذا كانت ألفاظا صريحة حتى الطلاق فلان قال طلقت زوجتي أو زوجتي طالق فلا يسأل عن نيته لا يسأل عن نيته لكن فلان قال لزوجته أغرب عن وجهي غادر البيت و قال لا أن يطلق لا أن يطلق فهذه ألفاظ كناية أو أهلك أولى بك في مسائل الوقف لماذا توقف الفقهاء عند اللفظ و لم يراجعوا النية بينما الأحناف خلفوهم في ذلك الأحناف لأنهم لا يرون الوقف تأبيدا و إنما هو من عقود التبرع التي تفيد الصدقات تفيد الصدقات و إذا و طبعا الأحناف طبعا هو أبو حنيف الذي قال بذلك رحمه الله تعالى و وفقه في ذلك زفر أما محمد بن الحسن و أبو يوسف يعقوب لم يوافقاه و و وافق الجمهور في هذا الأمر في قضية التأبيد فأبو حنيف رحمه الله تعالى و من قال بقوله و كذا شريح أصلا يعتبر الوقف لا يوجد وقف قال لا 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 تحبيس عن أمر الله لا تحبيس عن أمر الله عز وجل و هذا رأي شارف يرى الإرثة طبعا الوقف إذا كان يقصد به منع الورثة فهو باطل إذا كان الوقف جائرا يعني جرى فيه من شرط الواقف ما يدل على على الجور نعم فهو باطل و هذا كله يعرف من التحرير و يفهمه القضاة المتفحصون المتفرسون جميل فيردون هذا الأمر يردون أنه فيه حيف و ظلم و الأوقاف و غيرها جرت على 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 الإحسان لا على المضارة و على و على كذلك أن يصل البر إلى الناس لا على أن يقع بلدانس الشح و على السخاء و الكرم و على السخاء و الكرم لا يقع بلدانس على الناس فيه الظلم فإذا وقع الظلم و الضرر هذا ليس برا و ليس تبررا إلى الله عز وجل طيب دكتور من فضلك يعني الموضوع للوقف هل هو شعيرة إسلامية محضة أم أنها لها أصل أو لها شبيه في الحضارات الأخرى لكنها تنفرد بخصائص و سمات محددة في الإسلام هذا ما ذكرت في مقدم الحديثي على أن هذا الوقت متصل بحضارات مضت أردت التبيع يعني إن تجاوزنا و قلنا حضارات على مصطلح مسمى حضارات كما يعرفها يعني ويل جيورن في قصة الحضار و هي أنها قصة اجتماعية تعنى بشؤون الإنسان و هذا ما يسمى الحضار لذلك قالوا أن الحضارة بلا إنسان لا تعد حضارة و أن الأصل في الحضارة هو الإنسان لأن الإنسان هو الذي يبني الحضارة و يقوم بها و يشيدها و إذا تعطلت وظيفة الإنسان فلا تكون حضارة و إذا أسهمت الحضارة في بناء الإنسان فهي الحضارة التي تستحق هذا الأمر فلذلك اتصال هذا الأمر بما مضى من حضارات سابقة كالبابليين والأشهوريين والكلدانيين كانت عندهم أوقاف وعندهم أوقاف وكانت ما يسمى بالحبوس كانت عندهم ما يسمى بالحبوس لذلك المالكية في المغرب العربي ارتضوا اسم الحبس أو التحبيس فلا يجري عندهم اسم الوقف إلى اليوم في دواوينهم في وزاراتهم يجري اسم الحبسي لا يجري اسم الوقف فكان عندهم ما يسمى بقضية المنع في الحضارات القديمة المنع عن التصرف أو كف اليد أو ما يسمى بقضية الحبس يعني حبسه عن منعه منع الورثة أو منعه من أوقف أوقف عليه منعه من التصرف فيه لكن هذا المنع كان بإرادة ذاتية من المقدم أم من المانح نفسه لكن لا يقصد به التبرر و لا يقصد به البرر و إنما يقصد به إما هذا ما عرفوه من قدم لأنه يعلم أن إذا وقفت أرضا على كذا أو حبسته على كذا ستنمو هذه الأرض أو هذا العقار أو مثلا هذه المنفع فعلموا الارتباط الاقتصادي بها من التنمية فلذلك حبسوها يعني مثلا في مدينة سامان مدينة هندية تتبع لهذه المدينة لمدينة سامان عشرة ألاف قرية تخيل أن هذه العشرة ألاف قرية ريعها يعود على مدينة سامان لصنم يعبدو تقريبا ألف ما يسمى بالراهب يعبدو هذا الصنم هذه العشرة ألاف قرية ريعها يعود على هذه المدينة محبوسة ريع على هذا الصنم إذن ما الميزة و الخصيصة التي جاء بها الإسلام في مسألة الوقف الإسلام جاء بمقصد عالي جدا كما ذكرتم من قبل على أن الصدقات تعطي الإنسان أما الوقف جاء لبناء الإنسان لو أذنت لي دكتورنا المفضل أن المقاصد ربما نؤخرها للمحور الأخير من ذلك لكن أنا أريد أن أتحدث عن الخصائص من منظور انطلاقا من رؤية الإسلام و فلسفته وهذا ربما يقودني إلى السؤال الآخر وهو الإسهام الذي قدمه الوقف في تشكيل و صوغ الحضارة الإسلامية في هوية هذه الحضارة و منطلقاتها الوقف ميزة من الميزات العظيمة جدا في التشاركية يعني طبعا قد يكون تتحقق فيه يتحقق مع الوقف غيره من قضية التكافل و قضية الإسداء و قضية الإعطاء و قضية التخلص من حضوض النفس هذا كله يشترك فيه عقود التبرع لكن ميزة الوقف وهي قضية التشاركية في ذلك يعني تخيل أنك أنت تعطي مالك محبوسا وتنظره وترقبه و غيرك يتصرف فيه أو غيرك غيرك يتمتع به و أنت في عين حياتك تتمتع به و قد يخرج من حضك أو من حقك أو من أحب مالك أعطيته لجهة معينة لجهة مثلا لحفظة القرآن لأبناء السبيل لغيرها لجهات متعددة كبيرة جدا سنأتي ذكرها في جملة الأوقاف التي لا يمكن لك حصرها أصلا يعني أنا باستقراء سريع حصرت ما يزيد عن خمسين نموذج من نماذج الوقف و هي قائمة اليوم و قد قامت من قبل و لها آثارها الحضارية و المدنية في توعية الشعوب و في ثقافتهم و في تنمية مهاراتهم و في إزداء المعروف و الخير و في قذلك توظيف التشاركية في العمل و قضية رفعة الناس لتحقيق اليد العليا خير من يدي السفلة نموذج حضاري عظيم جدا كبير في موضوع تحقيق الوقف و فقهي لذلك الوقف ليس هو مفرد مفرد معين بابا من أبواب تدرس و هو جزء من أجزاء الشريعة جزء من أجزاء الشريعة لكن في الوقف ما لا يقين عن عشرة أجزاء تحيط بهذا الوقف هي غير شرعية لكنها تنهض بالوقف لكنها تنهض و و ظلها و سقفها هو الشريعة الذي لا يمكن أن تنفك عنه لكنها مع ذلك هي كل هذه وظائف لتنمية الوقف بدونها لا يمكن أن ينمو الوقف فلسفة الحضارة الغربية يقولون أن الإسلام الحضار الإسلامي ميزتها الأساس هي ميزة أخلاقية أن حضارة تقوم على الأخلاق بالدرجة الأولى قبل أن تقوم مثلا على القانون أو السلطة إلى آخره هل الوقف هنا هو أثر من أثار هذه الأساس الأخلاقي للإسلام أم أنه يعني ليس نتيجة و إنما هو أحد أسباب بروز الجانب الأخلاقي في الحضارة الإسلامية بمعنى أن الوقف هو الذي قاد إلى تميز البعد الأخلاقي في الحضارة الإسلامية أم هو منجز أثر نتيجة للجانب الأخلاقي في الحضارة الإسلامية الأخلاق منظومة متكاملة معروفة في الإسلام و قد تشترك مع ديانات معاصرة أو ما برسالات سابقة لرسالة الإسلام أو حتى اشتراكها فيما قبل الإسلام في الفترة التي حصلت أو قبل البعثة للنبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك مشترك بين هذه الأخلاق لكن في توظيف لذلك بعضهم عندما تكلم عن الوقف قال هل الحضارة سبقت الوقف أم الوقف سبقت الحضارة أم أن الحضارة حاكمة على الوقف أم الوقف حاكم على الحضارة وهذا الخلاف الظاهر أو خلاف اللفظ في تقديم هذا الأمر يمكنك أن تحكم أمراً في الاستفادة من الوقف في وظائفه الكلية التي ممكن للجميع أن يستفيد منها تخيل أن الوقف بهذه المفردة أو بهذا التشريع يمكن حتى لما لا تهتبل له لما لا تهتبل له هو معني به هو يعنى به قد يعنى الوقف بأبناء الذمة الذين يعيشون في بلادهم وهم غير المسلمين قد يوقفوا على غير المسلمين قد يشتركوا عندما يقول لأبناء السبيل قد يأتي منهم من غير ملة الإسلام ويكونوا من أبناء السبيل ويكونوا تحت مظلة الوقف إذن الوقف منظومة أخلاقية تعنى بعناية وشفافية لكل ما يمكن له أن يتحقق به شرط الواقف أو يمكن له أن تتحقق به عقود التبرع من خلال منظومة الوقف هذا الوقف النهاية عززت البعد الأخلاقي في الحضارة الإسلامية سنبحث معك موضوع كيف أسهم الوقف في تشكيل معالم هذه الحضارة وأبرز الواقفين وأبرز النماذج الوقفية لكن بعد الفاصل لو أذنت لنا شيخا نواصل حديثنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله العصور التي حكم فيها الإسلام وساد العالم وكان له دولة واسعة مترمية الأطراف هل كان الوقف قضية أقرب إلى العفوية أو العشوائية حرة هكذا منطلقة أم كان يخضع لنظام ممنهج مقدمة لهذا الأمر يعني طبعاً هو لا يخفى على شريف علمكم ولا على شريف علمي أحد على أن نحن أمة بناءة أمة جوهرية حقيقية تعرف مقاصد الشريعة ومراميها وتسعى إليها نحن أمة يعني تعنى بالجمال وتعنى بالرحانية أمة تعثها الله عز وجل لإقامة التوحيد لا يمكن إقامة حضارة بلا توحيد ولا يمكن إقامة مدنية بلا بلا عقيدة وعقيدتنا ارتبطت بتوحيد الإله تبارك جل وعلا منه عند ذلك كل أعمالنا كل أعمالنا ارتبطت بما عند الله عز وجل بالإخلاص والصدق واليقين وما عند الله عز وجل الذي شرعه لنا تبارك جل وعلا وما أعده للمتصدقين وللمحسنين وللمتبرعين لذلك يعني الوقف شامل لشامل لكل مجالات الحياة بلا مبالغة طبعا عندما نتكلم عن الزكاة عندما نتكلم عن الزكاة إذا أردنا أردنا تأسيسها حكم الشرع هي ستة قنوات أو ستة أوعية تصرف إليها الزكاة واحدة منها فيها المؤلف قلوبه المؤلف قلوب من أراد الإسلام تأليفهم إلى الإسلام أو لم تكتمل عنده ركائز الإسلام فأراد تأليفه لتقوية جانبه فيصرف لهم أما الخمسة الباقية الخمسة الأوعية فهي للمسلمين فهي للمسلمين ولذلك النص أهل العلم قال لا يجوز صرف الزكاة لغير مسلم إلا للمؤلفة قلوبه أما غير ذلك لا أما الوقف فهو منظومة شاملة يمكن لأي أحد أن يتمتع به مسلم وكافر مسلم وكافر يمكن لأحد أن يتمتع لأي أهل لهي مظلة عامة لأنه من عقود التبرع الواسعة فلذلك الوقف عندما يرتبط بالجوهر الأخلاقي فهو جوهر عظيم جوهر عظيم تتحقق منه المنافع للناس لذلك لذا ما إذا أقول لك نحن أصحاب روحانية وشفافية وسمو وقيم يعني تعلم الوقف تعلم هذا الأمر أو استفاد الوقف من المنظومة الأخلاقية الشرعية الموجودة في الإسلام ولا يمكن أن ينفك عنها ولا أن يمائز أصلاً ولا يمكن أن يمائز لذلك استفاد هذا الأمر يعني الوقف حتى إلى اليوم استفاد منه الغربيون والأوروبيون وغيرهم من الشعوب استفادوا و أسسوا عقوداً عقوداً هي ارتبطت بما يسمى بالخدمات الإنسانية ما يسمى بقضية المشاركة المجتمعية ما يسمى بقضية المؤسسات غير الربحية ولها قوانينها و دستورها في دولهم يبقى الوقف الوقف هو مرتبط بتأسيس حكمي شرعي لا يمكن أن يخرج عنه يعني عندما تتكلم عن الوقف هل الوقف هو مطلق بدون أي لا الوقف له أركان و له شروط و له موانع و له حقوق تتعلق به و له ألفاظ تحدده و تلزم به و له و ثائقه و صكوكه و هذه أصبحت مواد الآن تدرس يعني حقل متكامل للأركان حتى مواده المواد التي الآن تنص على المواد القانونية في أي وزارة من الوزارات في أي دارة من الوقف الوقف يتمتع بها و يسمى بقضية الحوكمة للوقف يعني إقامة هيكلية كاملة للوقف ما يسمى بالنظم و الآن حتى يسعى لأن يكون الوقف تمهينا تكون مهنة ليست فقط أن هناك ناظر و مشرف أو مجلس النظم لا تصبح مهنة يتمتع بها من يعمل في حقل الوقف و كالمحامي كالطبيب كالمهندس هذه ربما تحدثنا عنها بعد قليل لكن هل كان الوقف في التاريخ الإسلامي مرتبطا بالحالة السياسية للدولة بمعنى فترة الشدة أو الرخاء أو الحرب أو السلم علاقة الوقف بالدولة هنا في نفسه جميل عندما نتكلم عن قضية وظيفة الدولة وظيفة الدولة تغير مسارها بصورة كبيرة جدا لا سيما في ثلاثة القرون المتأخرة الآن تغيرت وظيفة الدولة وظيفة الدولة تعنى بحماية الثغور و مراقبة المصالح و الإشراف العام على الخدمات المقدمة في الداخل الدولة وظيفة المجتمعية التي سواء من إدارات أو وزارات أو ما يلحق به من خدمات كلها كانت وظيفة الوقف بلا مبالغة بل أن الوقف كان رافد للدولة في تجهيز الجيوش و كذلك في استغناء الخزينة الدولة من الوقف إذن كان مستقلا عن الدولة مستقلا و كان أصلا الجميع يسارع إلى الوقف إلى الأوقاف كان الخليفة و الوزراء و الأمراء و العلماء و كلهم كانوا يبادرون إلى الأوقاف لأنهم يعلمون أن مصدر الثروة هو الوقف لتأبيده و حبسه و عدم العبث به و لا يمكن حتى من ناحية القيم بغض النظر عن الآن التشريع يعني الآن من ليس له قيمة شرعية يسعى إليها كما هو اليوم في بعض الدول التي تعنى بهذا لماذا مثلا فلان من الناس يجعل 65% من أمواله هي المشاركة للمجتمعيه مع أنها أمواله لأنه عنده فلسفة ما هي الفلسفة؟ قال هذه الأموال جاءت من المجتمع فينبغي من باب رد الديني للمجتمع نعود بهذه الأموال التي اكتسبتها من المجتمع أن تعود إليها يعاد التدوير للمجتمع لأنه يعتبر أن هذه الأموال تشاركية فرصدها للخدمات في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال التطوير التنمية كل ذلك كانت مشاركات مجتمعية موجودة من خلال ما يسمى بعقود الوقف التي نحن ننظر لها و يعني أقصد ننظرها عن الإسلام بعلمائه و و رواده يؤسسون لها طيب دكتور أنا يعني نلتمس منك أن تبين لنا أبرز النماذج الوقفية في التاريخ الإسلامي و ليس ذلك فحسب و إنما هذه النماذج كيف أثرت في الحياة العامة في المجتمع المسلم؟ طبعا الأوقاف منذ فجر التاريخ فجر التاريخ الإسلامي لم تنقطع يعني عندما تقرأ أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام و قد تكلمنا في هذا كثيرا يعني عندما رجل يدعى مخيريق اختلف في إسلامه هو كان من يهود هل أسلم أم لا؟ و صحيح أنه أسلم رحيمه هذا الرجل مخيريق كان من يهود كان في غزوة أحد قال ليهود قد علمتم ما أخذ الله عليكم الميثاق من نصرة محمد قالوا اليوم سبت لا نخرج للقتال فقال لا سبت لكم فخرج إلى القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قتلت فحوائطي يعني البساتين عنده سبعة كان حوائط هي لمحمد يعمل يتصرف فيها كما شاء فلما قتل فنبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود ثم حبس هذه البساتين أو هذه الحدائق التي تصدق بها هذا الرجل يعني وقفها لمصالح المسلمين فكان منها النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لنفسه ولنفقته ويصرف فيها من مصالح المسلمين ما شاء الله أن يشاء إلى أن دخل التغير في بلاد المسلمين ثم بعد ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والأوقاف لم تنقطع الأوقاف لم تنقطع إلا بما جرى عليها من سلب أو نهب أو تغيير أو تأميم كما يسمى في المصالح المعاصر أو تشويه وإفساد لمرحلة الوقف والوقف إلى اليوم وهو مستمر بنماذج مختلفة كبيرة جدا يعني إذا أردنا تعدادها نعجز عن تعداده لكثرتها همها وابرتها يعني عندما نقول مثلا عندما نذكر هناك أوقاف دينية أوقاف دينية يعني مثلا مساجد كتاتيب دور يعني ما يقوم ما يقوم على هذه المساجد طبعا كل المساجد التي تراها في بلاد المسلمين هي وقف لله تعالى تقريبا كل المساجد هي وقف لله عز وجل مثلا أوقاف تعليمية عندما تجد النهضة التعليمية في فترة من الفترات العصر الإسلامي سببها الوقف كيف؟ لأنها عنية الأوقاف بإنشاء الجامعات والمدارس والمحاضن التعليمية والكتاتيب ودور القرآن والمحاضن الشعبية وكما تفضلت تكوين العلماء وإخراجهم كل هذا كان من الوقف وعلى مد العصور جهدون كبير هذا ليس هذا بحسب يعني عندما هناك مقولة من المقولات عندما تقرأها تعجب منها عندما تقرأ هذه المقولة تعجب منها يقول رجل أو إن رجلا يولد في منزل الوقفي يعني في رباط وينام في مهد وقفي ويأكل ويشرب من أموال الأوقاف هذه بدأة نشأة الإنسان كما نقول في المجتمع المسلم ويقرأ من كتب الأوقاف ويدرس في مدرسة وقفية ويستني مراتبه من إدارة وقفية بعد أن يكون مدرسا ومعلما ويوضع في تابوت وقفي لما يموت ويدفن في مقبرة وقفية المبدأ والمنتهى في الوقف هذا كان الوقف دوره في عصر من عصور الإسلام الحياة كلها هذا اعتناء بالإنسان لذلك أنا قلت لك الوقف هو بناء الإنسان الوقف هو بناء الإنسان بحيث أن أنا لو تخرجت طبيبا ولم أجد وظيفة في الدولة أجد الوقف يؤسس مستشفى لأعمل فيها وتكون هذه المستشفى مستشفى وقفي وأخذ أموالي من أموال الوقف وتجري جرايات من أموال الوقف المعلم كذلك المهندس كذلك الطيار كذلك أنا لا أحتاج إلى الدولة في وقت من الأوقات لذلك معدل ارتفاع البطالة والكساد وتأخر الشعوب وارتفاع مستوى الأمية والجهل بين الناس ما سببه؟ سببه الارتكان إلى الدولة الارتكان للدولة إلى وظائفها وتخلي الدولة عن دورها في توفيرها أو عجزها عن توفير ما يمكن توفيره للشعوب ولا سيما أن الشعوب بدأت تتوسع في حجم تعداد سكانها فلو أنه أرصدت أوقاف لرعاية هذه المجتمعات وهذه الشعوب لما حصل ما حصل اليوم يعني لا قبل للدولة أن تقوم بكل هذه المهام بمفردها بعدها؟ هي لو حصرت دورها ومشاطها فيما قد عنيت به من أجلها ومهامها التي كلفها الله عز وجل به قد راحت واستراحت يعني راحت وأراحت لكنها أشغلت نفسها وأدخلت نفسها فيما لا يعنيها بمعنى عم فلذلك تسببت في تجهيل الناس هل يمكن أن يتصور أن مرتفع يعني ارتفاع نسبة الأمراض في المجتمع المسلم تخطط 45%؟ مستوى الجهل تخطط 65%؟ ما سببه؟ سببه تعطل دور الأوقاف في خدمة المجتمع لذلك عندما أذكر لك أقول هذه النماذج الأوقاف هناك أوقاف عسكرية كانت تجهز الجيوش من أموال الأوقاف والجند جهز من أموال الأوقاف التي هي في داخل الدولة وحاضنتها الأرض التي يقوم عليها الوقف هناك أوقاف ترفيهية تعنى بأبناء المسلمين وبنات المسلمين ترفيهية ترفيه المسلمين هي من أموال الأوقاف هناك أوقاف اقتصادية كالبنوك كالمحلات التجارية كالمجمعات هي من أموال الوقف طبعاً لها نماذج معاصمة ما نسميه الآن الجمعيات وهذا نموذج موجود في الكويت الجمعيات يعني أنا ليشتراك في هذه الجمعية أخذ بنسبة معينة من التخفيض يمكن أن يتمتع به أما الوقف فكان يمكن أن يتمتع الذي لا يملك مجاناً هناك أوقاف صحية وهذه نماذجها كذلك موجودة لكنها لقلتها لا يمكن أن تؤدي دورها يعني كانت الأوقاف متنوعة تشمل كافة حاجة المجتمع بحيث لا يقع الخلال بلا مبالغة لو أذنت لي دكتور أنا أنقل لك ما قاله ابن بطوطة في كتابه الشهير في رحلته الشهيرة حينما مر بدمشق صنف وقفاً ذكره تحت عنوان اللطائف والعجائب من الأوقاف وقف الأواني وهي مر بتجربة شخصية حينما مر في أحد أزقة دمشق القديمة فوجد غلاماً وقد وقع الصحن منه فانكسر فأشير على الولد بأن يجمع هذا الصحن وأن يذهب إلى صاحب الأواني وقف الأواني ففعل وذهب إليه فأعطاه ثمن الصحن ثم بعد ذلك هناك كان أيضاً في دمشق أوقاف الحلي والذهب وليه تعارف الأعراس والحفلات حتى لا يشتري المسلمون وينفقوا إلى آخره يعني ثم البمارستات المستشفيات طب إذا ما كانت الدولة الإسلامية في حينه هي التي تقوم على حماية المسلمين وتأمين مصالحهم ورعايتها فما البعث وراء هذه الأوقاف كلها الدولة في تلك الأوقات في تلك العصور عرفت دورة ما هو المطلوب منها هي الفتوحات وحماية الثغور وحماية المنافذ يعني بمعنى صحيح بمعنى صحيح إن لم أكن مبالغة نعم الدولة وظيفتها أن ترعى الأوقاف أن ترعى مصادر الثروة لم يكن هناك نفطاً ولم يكن هناك حقول غاز ولم يكن هذه مصادر الثروة الموجودة الآن فالدولة اليوم الحديثة هي وظيفة أن ترعى هذه الثروات الداخلية وتجعل المؤسسات الداخلية التي تراقبها الدولة هي تمارس دورها تمارس دورها لتوفير الخدمات المجتمعية التي تثقل كاهل الدولة وهي تنؤب العصبة أو للقوة والأوقاف يمكن أن تريح الدولة وتريح المجتمع من هذه المشاكل كلها يعني إذا أذنتني أنا أذكر لك هناك أوقاف يسمى أوقاف جهاز العروس هناك أوقاف للرياضة أوقاف رياضية لإنشاء الملاعب وإنشاء النوادي هي من الأوقاف هناك أوقاف المياه يعني لا يحتاج الناس لما يسمى بقضية تمديدات المياه وتجري من أموال الأوقاف هناك أوقاف يعني كما تفضلت لأوقاف الصحون والأواني حتى بباب الإعارة ليس فقط للكسر حتى بباب الإعارة لمن لم يجد عنده الإنسان مناسبة عنده زفاف عنده أجار الله وياكم مأتم أو غيره لا يملك ما يطعم به فيستطيع أن يذهب يذهب إلى أوقاف ويأخذ منها هذه الأواني ليطعم بها الفقراء أو يطعم بها ضيوفهم كذلك أوقاف خاصة بالحبر للعلماء للكتابة العلماء كانوا لم يتكلفوا شيئا حتى أوقاف خاصة بالأوراق يكتبون فيها يذهب إلى الديوان أو إلى المكتب أو غيره وهي وقف يكتب فيها ويدون ويأخذه وينشرها كذلك أوقاف للرضاعة للأطفال أوقاف لكبار السن والعجزة دكتور معذرة من كان يقف وراء كل هذه الشبكة من الأوقاف؟ المحسنون هل كان ثمت هيئة جسم تنظيمي يدير هذه العملية؟ هي الثقافة ثقافة الوقف التي كانت سائدة ومنتشرة حتى في بعض الآثار ورد عن الصحابة جاءوا لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا يعني يجب أن تضع حدا للوقف فيخشى أن الميراث ينسى الموارث تنسى ما عد فيه ميراث الناس كلها توقف دلالة على ماذا؟ على توسع الناس في الأوقاف في باب الأوقاف ما في مجال من مجال قلت لك لو أردت أن توسع لذكرت لك أكثر من خمسين لمحسنها في الدنيا وأجرها في الآخرة وما تمتع به أن لم يكن هناك هل يمكن لك أن كنت تجد عندما تقرأ في التاريخ؟ يعني عندما يذكر أحدهم في كتابه يقول ولم يكن في المغرب العربي يوجد متسولا الله ما يوجد متسول لأن صاحب الحاجة يذهب إلى إلى الوقف يأخذ منه لا يمكن أن تجد متسولا فما بالك الآن في بلاد المسلمين وأن تجد هذا العوز الكبير مع فقدان الثروة في حين مصادر الثروة والآن وفرة مصادر الثروة ربما هذا يعوده إلى النظام السياسي لكن أريد أن أسألك إلى طبيعة النظام السياسي أريد أن أسألك دكتور أبرز الشخصيات وأهم الشخصيات في التاريخ الإسلامي التي أوقفت ومجالات الوقف كثيرة هي كثيرة جدا يعني إذا قرأت أثرا أو أسمعك أثرا أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه يقول جابر بن عبد الله أو عبد الله بن جابر؟ جابر بن عبد الله نعم يقول لم يكن لا أعلم أحدا ذا مقديرة من أصحاب النبسة والسلام إلا ووقف لا يعلم أحد من أصحاب النبسة والسلام إلا ووقف فهذا مما يدل على أن ثقافة الوقف قد انتشرت انتشار كبير جدا لذلك إمام الشافع يقول قد أحصيت أكثر من 72 من أصحاب النبسة والسلام ممن وقفوا ولهم أوقف في ذلك الوقت طبعا والعدد أكبر من هذا والعدد أكبر من هذا أمهات المؤمنين كلهن كان لهن وقف أمهات المؤمنين يعني ممكن لك أن يريد على خاطئك ما يسمى بوقف السكر يعني الحلوى ما وجدت شيء يعني إحدى أمهات المؤمنين فأوقفت سكراً وحلوة كان هذا السكر خلاص لوجه الله تعالى كل من أراد أن يطعم أو يعمل به يصنع به حلوة يأخذ من هذا السكر طبعاً السكر الطبيعي ليس سكر مصنع كما هو اليوم فهذه من الأوقاف أوقاف خاصة للحمالين أوقاف للمراكب أوقاف لتنظيم الشوارع أجلكم الله بل أني قرأت عن وقف كان هناك وقفاً أناس مخصصون لماذا أجلك الله لردم البلغم في الشوارع حتى تعود الشوارع نظيفاً يعني إذا مروا في الشارع فوجدوا بصاقاً أو مقاطاً أجلكم الله أو بل ردموا وضعوا عليه رماداً وردموا حتى لا تظهر الشوارع بنظافتها وطهارتها يعني محافظة على النظافة الشوارع والسكك والأزقة بالمال الوقف بخلاف طبعاً ترفيه عن المرضى سمعت أن من أبرز المشتغلين بالوقف زبيدة يعني زوجة هارو نعم يعني اشتغلت بالوقف وضع وعيوها مشهورة وصلت إلى مكة والحجيج وخدمتهم وإلى الآن امتدادهم موجود إلى الآن يعني من زارت طريقة الطريقة التي انتدت به هذه من العراق إلى مكة يعرف هذه القنوات التي مرت بها هذه المياه نريد أن نبحث معك مقاصد الوقف بعد الفاصل دكتور نستكمن ما بدأنا به بعد فاصل أخير ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة حديثنا دائماً مع الدكتور في هذه الحلقة مع الدكتور وحيب عبد الرحمن خونج حياكم الله دكتور بارك الله فيكم حياكم من حيث الغيات والأهداف والمقاصد الكلية ما الهدف والمقصد من وراء شعيرة الأوقاف دكتور أهمها أهمها إذا يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا حكيم بن حزام عندما جاء سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه المرة الأولى ثم سأله المرة ثانية فأعطاه ثم ثالثة فأعطاه ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بغير استشراف نفس بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه واعلم أن اليد العليا خير من يد السفلة استشراف نفس مقصود بإذلال النفس نعم نعم المقصود بها تتبع تتبع والحرص على ذلك والسؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه حكيم رضي الله عنه أرضاه إلى أن اليد العليا خير من يد السفلة ما معنى ذلك؟ معنى يد المعطاء فالوقف فيه يد معطاء ويد مشاركة فالكل يشارك في هذا الخير والكل يتنافس في هذا الخير قد لا تجيب في مالي زكاة فأزكي ما بلغ عندي نصابا ولا يوجد عندي مال ما يبلغ به النصاب فأزكي لكن يمكن لي بالقليل أن أزكي سواء كان مالا أو سواء كان علما أو سواء كان منفعة أو سواء كان توجيها أو خبرة أو جاها أو شرفا كل ذلك يمكن إنسانا أن يوقفه أو يشارك في وقفه إذن من المقاصد التي تحقق بها الوقف تحقق بها توحيد الله تبارك جل وعلا لأن معرفة أن الله عز وجل قد هي الإنسان أو هي الإنسانية لعبوديته ووحدانيته وأقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الإنفاق فالإنفاق باب من أبواب العظيمة لمعرفة عبودية الله وتوحيده قدامة الصلاة بالله نعم هذا أمر مهم جدا والأمر الثاني من المقاصد أن الله عز وجل يخلف على عبده بقدر ما أعطيت بقدر ما يخلف الله عز وجل والأمر الثالث على أنك تسهم في تحقيق أمر عظيم جدا وهو إقراض الله من ذا الذي يقرض الله قرنا حسنا أنت تقرض الله تبارك جل وعلا والله غني فأنت في هذا الباب هذا الشرف الذي تحققه أنك تكون ممن أقرض الله جل وعلا وأنت تقرض الله والله عز وجل كيف سيخلف عليك يخلف عليك خلفا عظيما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا فمن أمسك وظن بماله أطلف ماله أطلف ماله وليس شرطا أن يكون الوقف محصورا في المال كما ذكرت فبكل ما يمكن أن يتصوره الإنسان يمكن له أن يوقف في الوقت يمكن في كل ما يمكن أن تتصوره حياتك كلها إذا استطعت أن تسخرها وقفا يمكنك أن تسخرها وقفا وترعاها بذلك الأمر أنا لا أهول هذا الأمر أو أبالغ فيه لكن من عرف ذا من ذاق عرف ومن عاش هذه التجربة عرف قدر الوقف في تنمية حياته هو كبار الشخصيات في التاريخ الإسلامي كبار الشخصيات كلها أوقفت هذا دليل على إدراكهم لهذه الشعيرة أهميتها نعم نعم والحفاظ على الأموال نعم الحفاظ عليها يعني مثال النسي إذا كان إذا الإنسان أبتلي بورثة غير راشدين أو سفهاء فإذا ترك لهم المال بددوه فحرصا على الحفاظ على هذا المال أن يوقفه فلا يمكن التصرف فيه وعند ذلك حفظ عليهم هذه الثروة يوقف عليهم يجوز هو ما يسمى بالوقف الأهلي أو الوقف الذري هذا أحد هذه المقاصد وهو الحفاظ على المال من عدم تبديده وكذلك يجعل له منفذا من المنافذ أنه يعطي يعني من أوجه الخير الذي يتمتع بها إحدى الصالحات طبعا بالأمس يعني تمت إرسال الوثيقة لهم استشارون عندها يعني شقة صغيرة لكنها يعني فطنت وهي إمرأة كبيرة فطنت إلى أعمال الخير فقالت أردت أن أوقف جزءا منها أقف جزءا منها فأرشدتها إلى العشري أن توقف العشرة منها فأوقفت العشرة وهي شقة شقة يعني غرفة من الغرف فجعلتها في أوجه الخير إما أن يتمتع بها إما تكون لأرملة إما تكون يتيم إما لحفظة القرآن فهذه الثقافة عندما تتنامى بين الناس بالموجود عندهم سيكون الأمر عظيم جدا على سيرة تنامي هذه الثقافة دكتور أنت صاحب تجربة يعني ربما تكون إلى حد ما متكاملة يعني أنت عميد كلية الدراسات العليا لعلوم الوقف من ناحية نظرية وعلمية وأنت رئيس منظمة عوائد الخير الدولية من ناحية عملية تطبيقية يعني لو تحدثنا عن هذه التجربة كيف تؤثر في نمو المجتمع طبعا من خلال التعاوش مع الوقف ومعرفة أحوال الناس أو أحوال المسلمين في العالم الإسلامي في الدول التي قد احتاجت أو ما يسمى بدول الأزمات بدون يعني تعدادها بفضل الله عز وجل جعلنا من ثقافة الوقف من استهلاك إلى عطاء أو إلى كفاية أو إلى كفائية موجودة عند هذه الدول المستهلكة لقضية ما يسمى بقضية استهلاك المانحين أو المتبرعين من خلال الأعمال التقليدية مساجد وآبار وكفالة أيتام ومدارس وغيرها فجعلنا بديلا عن هذا الأمر أو ليس بديلا إنما رافدا ومعززا له ما يسمى بثقافة الوقف التنموية والاستثمارية فنشطت طبعا والكلام في هذا طويل جدا نشطت هذه الثقافة في 25 دولة بفضل الله عز وجل كنت مما شرفني الله عز وجل بها أنا أرعاها وأقوم عليها طبعا لتعزيزي لتعزيزي ما يسمى عند الناس بأن ثقافة الاستهلاك ستنتهي فإذن ثقافة الاستدامة كيف تحصل؟ تحصل بالوقف طيب كيف يكون؟ يكون بالاستثمار ويسمى بالوقف النامي هناك أوقاف غير ناطقة وهناك أوقاف ناطقة هناك أوقاف نائمة وهناك أوقاف نامية هناك أوقاف يعني معطلة وهناك أوقاف مفعلة كل هذه الثقافات ينبغي أن تحيا في أذهان الناس تمقض عن هذا؟ لماذا لا يكون هذا البرنامج برنامج علمي؟ نستثمر فيه الإنسان فتخرج نخب إلى المجتمع تُعنى بهذه الثقافات وتعليمها للناس فتطورت من أكاديمية إلى كلية وطبعا كانت معصورة في الدراسات العلية والآن بفضل الله عز وجل أصبح هناك لسانس وماجستير ودكتورة للوقف خاصة للوقف خاصة فأصمناها كلية العلوم الوقفية هي توأمة للجامعة الدولية في أمريكا اللاتينية ستكون تنطلق قريبا بأمر الله تعالى لتثقيف الناس وتعليم وتخريجهم في علوم الوقف حصرا ونحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونرجو لكم التوفيق شكرا جزيلا لكم دكتور مشاهدين الكرام هذه الحلقة وصلت إلى نهايتها وختامها في نهايتها نشكر ضيفنا الكريم الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العلية لعلوم الوقف ورئيس منظمة وقف عوائد الخير الدولية شكرا لكم مشاهدين الفاضلين في حراسة الله اشتركوا في القناة